موسيقى شالك علي شالك علي شالك علي طوح وارمي شالك علي يا بتي يا جعدة في البيت يا واخد الحاجب بالخط يا بتي يا جعدة في البيت يا واخد الحاجب بالخط شفت جمالك الجنة طوح وارمي شالك علي شالك علي شالك علي طوح وارمي شالك علي موسيقى حجيله 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 بس ما عرنت حجيله حبيبي جاني ساير منعته من السجاير وسجيته اللبان الفاير بس ما عرنت حجيله 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 في تاني ايام عيد الاطحى بنرحم حضراتكم التلفزيون المصري وزي ما بنقول كده النهاردة بنحتفل مع حضراتكم زي ما يعني عيادنا وحياتنا زي ما بنقول بنستخدم او بنتمنى او بننتظر اللحظات الحلوة اللي نشعر فيها بسعادة وبالتالي مش هتكلم على او جزئية انه احنا بنحتفل بمناسبة دينية او بنحتفل مع الاسرة او كده خالص النهاردة هنتكلم عن مفهوم ومعنى السعادة ازاي نوصل للمستوى ده ازاي نبقى فاهمين ان الخطوات اللي احنا بنعملها في حياتنا سواء بنقوم نروح شغلنا بنربي اولادنا بنتجمع مع حبيبنا ازاي نخلق في ظل هذه السكة والمشوار الطويل ده نوع من السعادة لانه ده لو ما حصلش اللي احنا بنسميه بنحطه جوانا انه بكرة احلى فيه تفاقل لا ان شاء الله الامور هتتحسن اكتر انت طول الوقت بتدي لنفسك مؤشرات ان اللي جاي سعيد اللي جاي افضل وبالتالي انت لازم تعمل عشان توصل لده فده جزء مهم جدا من حلقتنا النهاردة وبما ان النهاردة بنحتفل بعيد الاطحى المبارك مع حضراتكم وبالتالي لازم يكون محور السعادة هو محور حوارنا النهاردة خلوني ارحب بضيوفي ضيوف حضراتكم برحب طبعا زي ما بدأنا الحلقة مع ضيفي صاحب الصوت الجميل والجنوبي ايضا الاستاذ كرم مراد وهنسمع النهاردة مجموعة من اغاني الجنوب في مصر وزي ما حضراتكم عارفين طبعا ده طرفنا ودي ممكن الحاجات من الحاجات اللي احنا بنتميز بيها في حياتنا اهلا بك سواء ربنا نورنا كل سنة وحضرتك بخير يعني انا هبدأ الحالة احنا بدأنا بغنى انت قلت في الاغنية حجيلو يعني ايه حجيلو الخلخال الخلخال اسمه كده في الجنوب ايوه اه بسمع راند حجيلو حجيلو اه حلو هو كمان قال ان هو هيبطل استجاير في الاغنية او هبطلوا استجاير واشربوا اللبن من المفردات السعادة برضا ايوه اه يعني استاذ شعبان سبقك فيها قالك من اول يناير عبطل السجارة الله يرحمه طبعا كل تحايا والتقدير يعني كل فنانين استاذة راشا يعني فكرة السعادة يعني افلطون قال ان السعادة قرار وانا واحد من الناس دايما مشيت في السكة دي وقريت فيها كتير قوي فعلا انا لما بقرر ان النهاردة هبقى سعيد بعمل حاجات كلها اللي بتبسطني فانا بوصل للسعادة انا لغاية هنا دي معلوماتي عن السعادة فضالة طيب قبل ما نتكلم عن تعريف السعادة عن السعادة بالنسبة لي غير حضرتها غير كل الموجودين صح ممكن انا يبسطني حاجة بسيطة اكتر حسب قناعاتي يعني بس خلينا نسأل الاول احنا محتاجين في الاول بيجيب مراية كده ونبص فيها جوه اكتر من برا احنا الدايرة اللي حوالينا بتساعدنا نكون سعداء احنا فعلا عارفين يبقى فيه معنا الحياتنا واهداف ساعتها نبتدي نفكر يعني ايه ساعدة احنا بقالنا فترة كبيرة كلنا ماشيين اوتوبايلوت كده عارف اللي هو يوم ورا يوم ورا يوم اليوم بتتجرم مع المسئوليات مع الحاجات وده اللي بيخلي كلنا بنيجي في فترة ونرجم لان احنا مش عاملين التوازن فانا شايف ان السر كبير اول نستعد ان انا كون عاملة توازن في الخنات بتاعت حياتي كلها علاقات الروحانيات التعلم والمعرفة في الناس كتير بتحب تقرأ مثلا فتقرأ هواياتي الجانب الاجتماعي وتواصل مع الناس مهندش بيعرف يعيش لوحده فانا مسيطرة السلام هنا هو تقليل الضغط النفسي بالضبط في التعاملات اليومية بالضبط صح كده؟ ضد كلمة لازم ضد كلمة لازم بلاش كلمة لازم اصلا فيش اي حاجة لازم على فكرة يعني فكرة ان انا اكون بسعى وبشتغل تفرق كبير جدا انا لازم انزل الشغل بكرة انا لازم اخلص مهام بيتي لازم دي لوحده بتحط لود على النفسية يعني هي لوحدها كده انا لازم اعمل ده فانا كرهته خلاص انا مليك كباية من قبل منزل من البيت اصلا يعني انا مفوضنا احنا نازلين من البيت يعني انا مثلا جاية النهاردة لو انا كنت نازلة من البيت بقولي لازم اروح البرنامج ده ولازم احضر يعني كل الدلود علي فانا هبقى ماشية سيئة متعصبة يعني البداية من عندنا طبعا الادراك نص المشكلة نص الحل يعني انا اول ما بدرك ان انا واخد مسئولية حياتي ببتدي بقى ايه اسمع كده وبقى اكون نكتد كده بالحاجات اللي حوالي بروحي بكياني بقلبي بمشاعري انا متصل مع نفسي مش انا ماشي في اتجاه وروحي ونفسي وجسمي في اتجاه انا متصل بنفسي اخلت التكنولوجيا في حياتنا انا واحد من الناس بقول ان دي شالت جزء كبير من سعادتنا لان سعادتنا في التواصل الطبيعي ان انا اخد ولادي واروح ازور والدتي في العيد ان احنا نتجمع كلنا التجمعات دي وان احنا نضحك مع بعض ونتكلم حتى لو هنتكلم في مشكلة مع عائلية ده في حد ذاته التواصل الحقيقي لما التواصل الوهمي او الزي ما بيقولوا كده التخيلي ده انا بشوف انه نزع جزء كبير من سعادتنا عم كرم خليني اسألك نفس السؤال السعادة بالنسبة لك ايه؟ ان انا اعمل حاجة حبيبها اه يعني من صغري وانا انا متوشكة اصلا واحنا اطفال كنا بنفسنا السعادة من حاجات بسيطة جدا وكنا بنعمل العبنا بنفسي انا من الجيل ده نعمل العجلة ونعمل ونلعب ونختار ألعبنا بطريقتنا يعني وبشكل خاص انا كنت بعمل عملت اول قالة موسيقية على ايد انا بالخوص والحاجات الواتريات ايه الواتريات في النوبة فحصلت بسعادة يعني كنت مثلا في مصطبع انا اطلع يعني بغني ودم الاطفال بالقالة دي يعني قمة السعادة ان هو قاعدين بسمعوه ان انا بعد اربعين سنة عملت نفس المشهد بس اهم مسلح في امريكا لان انت بتحب ده ايه انت بتحب الغنى وبتحب الطرب اه فصنعت سعادتك بنفسك ايه يعني سعادة كانت اكبر كمان اه لما المشهد ده تقرر بعد اربعين سنة ده انا بغني بس في امريكا في اه اهم مسرح في العالم اه يعني انك تحق اللي انت تحلم بيه وانت صغير منتوشكة منتوشكة هو قمة السعادة هو ده قمة السعادة زي ما بنقول دايما انه اه انا بدأت مع حضرتك ان احنا عندنا تراث مهم جدا وفي الكلور مهم جدا هو جاذب لكل الحقيقة لغات العالم صح وبالتالي وجودك في امريكا على اهم مسارحها ده جزء مهم جدا ان تقدر تتوسط كنت بقى الدمير لكل منتغنية واحد صغيرية اه هي هي نفس الاغنية نفس الاغنية سمعاني كده اوكي ماشا اه اغنية باللغة النوبية بس اغنية كبلي عربي كبلي نوب بس موسيقى 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 الللو يا لون لون يا للون بطي ويكا ناري ايو هدينقو بلا ناري ايو هدى جوري فامي ايو بطو دوايان المارو ايو ترجز ازمال لله ايو دوايان المارو لون يا لون لون يا لون الللو يا لون لون يا لون من الاغاني المشهورة والفلكلور النوبي الاغنية الجميلة دي وتغنت من اكتر من فنان ومطرب وتعزفت باكتر من طريقة يعني وبالتالي الاساس موجود يعني استاذة رشا انا سألت حضرتك انه في نمازج كتير في حياتنا انا بشوف السعادة غير حضرتك غير عامة كرم وعمة كرم قال حاجة حلوة جدا يعني احنا بنستخدم في الجلسات الماضي باللي هو عمله ده ان انا بكون متخيلة صورة النجاح حسي وبصري وحركي وكأنه حقيقي فبطبقه بعد كده في المستقبل هو ده اللي انا باخده من الماضي بس يعني دايما احنا اكتر حاجة بترجعنا ورا ايه ان احنا بنندم على اللي فات بالضبط لكن انا الماضي ممكن اخد منه حاجة واحدة نجاحاتي الماضي اللي انا عايز اخده وطبقه في المستقبل عم كرم عمل كده يعني وهو بيصنع العود بالخوس او بالحاجات الصغنرة جدا هو تخيل نفسه صورة وصوت وحقيقة على مسرح حقيقة فقدر ان الصورة دي تفضل في اللواعي عنده تجبر 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 واتأهله كمان الظروف يعني ما وصل على اللواعي ده زكي جدا ياخد النموذج ويبتدي يأهلك بقعارف اللي هو ايه يوسلك للسؤال الصح هو ايه انا ممكن اعمله عشان ننجع فهو تخيل الشكل وابتدي يشتغل على الادوات عشان كده قدر يطلع في المسرح في امريكا هي دي الفكرة فانا مستوطة بمثالك جدا كل التوفيق لما نجي نتكلم على الامر الواقع اللي احنا عايشين فيه ضغوط الحياة الازمات الاقتصادية الغلو والاسعار الكلام ده كله انا دايما بحب اكون واقعي وننقل ده للناس عشان نقدر لانه طول الوقت في حلول جدا وبالتالي انا نظرتي ما تبقى السابتة على شيء معايا انا عليها ضغوط انا مش مخلوق بصراحة عشان هدفع قصات وادفع ديون ورب العيال والكلام ده يعني انت بجيتش الدنيا عشان تعمل ده وفي الاخر اكيد انا في حاجة تانية كوي اه يعني اكيد في حاجة حلوة في النص يعني ايه هي بقى ايه هي بقى استاذة راشد فضالي طيب هقولك الموضوع هو اول حاجة ان انا لازم اكون متصالح مع ضغوطي اه هي الفكرة كلها في ايه ان احنا دايما بناجل اللمبسوت لما نخلص اللقصات ايه صح نخش في قصات تاني بصدر صح اه هي الفكرة ان احنا نستمتع بالرحلة اه يعني انا دلوقتي الناس مش فهمة بقى ده يعني انا كامة مثلا ابسط مثلا ومننا كتير فتجي تقول ايه لما ولادي يتجوزوا انا هكون ريئة في منتهى استعدة بتكبر بتعجز مش عندها وقت تتعرف تتحرك او تنزل او تتعب الفكرة كلها طب مش انا المرحلة دي انا باخد منها مميزات لانا فيه هرمون لوحده باخده من حضن ولادي بيديني سعادة رهيبة صحيح طب انا ليه بقى معوتش ادور على الحلو اللي جوه ايه اللي بيساعدني ادور الحلو اللي جوه طبعا حلم النفس الايجابي ومورتن سيليجمان هو المؤسس العلم النفس حتى ما بقوش دلوقتي في الادمان بيدوروا على الحاجات الصعبة عشان بيدوروا على النمازج الكويسة زي الصبر والريضة حتى هو بيعرف استعادة ان ايه حصن الحال الذاتي فيعني مشاعر ايجابية اكتر مشاعر سلبية اقل خلص صحيح بقى خلص انت شغلة بتسعي تشتغلي وبتسلمي الملف ده المين اللي ربنا سبحانه وتعالى بقى هو يحلق اصن انت هتعملي فيه ايه اكتر من كده يعني فيه علاقات مثلا انت بتيجي مثلا زعلانها من جوزها طب انت بتصلاحي نفسك تصلاحي جوزك ازاي فيش حد بيغير حتى لكن انت بتتعملي بطريقة معينة بتتقبليه بطريقة معينة فهو بيبتدي يتحسن صوته في عينك فبتكمله بس بترفعي ملف هدايته ربنا طب انما انا مغيرتوش مش هم معرفش هغيروه خلص لما بنقبل المشكلة بنوصل للسعادة مشكلتنا في القبول الاستسلام في الحياة ممكن يوصلنا لطريق السعادة؟ السلام مش الاستسلام انا ضد الاستسلام انا اصلا من شخصاتي بحب اكون ايجابية اكتر وبحب تحديات خلينا وبضحالك اكتر عندي ضغوط كتير الدنيا مش متزبطة بروح شغلي مش قادر اكفي التزاماتي واحتياجاتي فيه اوبشنز كتير انا خلاص جبتها على جنب بقتش بعملها الكلام ده كله بيحطه جوه الانسان نوع من الضغوط فاهمه حضرتك فبيبقى تحبان ايها وبالتالي بيحصل استسلام ما هو الامر الواقع كده انا مش هعمل حاجة بقى من الحاجات بقى اللي تساعدنا نزوء الفترة الصعبة دي مرونة التعامل مع الصعوبات دي بقى دي يعني لو بقول ان نعلمها لولادنا كلنا نعلمها ان احنا نفرق ما بين اللي احنا محتاجينه واللي احنا عايزينه ايوه بالضبط فنبتدي ان احنا نوظف طاقتنا مع اللي احنا فعلا محتاجينه سوين حاجة تانية مهمة جدا احنا ليه مش بنستخدم ادوات مساعدة بمعنى يعني مثلا بتشتكي مثلا ام من البيت ولادها مش بيساعدوها طب استخدميهم طب مسلا تقول انا كل المشاوير بروحها وبوتي دا عمرو موضى ولادك التمرين استخدميه ما بيرضوه بش لا هيرضو هيرضو امت هيرضو لما ما يحسش ان هو مخصوب لما هتروح عشان تشوف نجاعت ولادك هما في الاخر على اسمك شوف هما بص هما في الميا بيعوموا ازاي شوفو هي بتجيب الجون قد ايه اسمك هيبقى بيرن واسأنا احنا مش عارفين ندخل لقلوب بعد بس او السجال يعني بيش عجبني الحقيقة لانه مش دور ابدا الاعلام انه هو يدخل في ترتيب العلاقات الاخرية خالص لابندي مفاتيح وبنتدي مفاتيح وبالتالي في نمازك طبعا مشهورين دلوقتي وبيستهدفوا الترند انه لا انت لازم تعمل كذا للراجل لا انت لازم شخصيتك والكلام دا كله طبعا عجيب وغريب لكن في الاخر احنا عايشين مع بعض وبالتالي الدايرة اللي احنا عايشي فيها لازم تبقى حلوة فما تيجوا لخليها حلوة فعلا صح عم كرم يعني من أسباب السعادة الموسيقى وزي ما بيقولوا كده إيه إنك إنت أحيانا لما بيكون مودك مختلف شوية فبتروح تسمع مزيكة كده بتحس إنك هادي والكلام ده كله فعلا الكلام ده مش لازم مزيكة إنك تعمل حاجة كوي الحاجة بتحباه مش لازم مزيكة بس الحاجة اللي انت بتحبها اعملها عايز تسمع مزيكة اعملها عايز بترسم ارسم عايز تنزل تمشي صح كده ومن مظاهر السعادة عندنا في النوبة إن ده تاني يوم في العيد في البداية انت ما بطيش قلت إن ما فيش حد بيعيش لوحد فيه طقس جميل بعمله في النوبة التلات أيام إن ما حدش بيتغدى في بيته تلات أيام بتتجمعوا فيلم الضيافة كل تلات شوارع كل بيت يطلع الصينية فيلم ضيافة ومش لازم تاكلم صينية طاعتها زي الدشبرت عندنا كده تلات أيام بنشارع كل ما بيغن بياكل مع بعض تلات أيام يعني مواد المحبة التواصل ده مهم جدا سمعنا حاجة عم كرم وبعد الغداء النوبين بتلكيكوا عشان يغنوا يغنوا سمعنا حاجة وإحنا كمان في غنية يعني المشهورة عندنا هي غنية سودانية فنان الكبير محمد وردي فيها تقصد فيها كلمة جبل عرفات يال فرد فهلاك الناشفتة مع الزبانينة وتحلتة الجمر بوبة عليك تجيل بوبة عليك تجيل الجمر بوبة عليك تجيل نترجمها بوبة آه الجمر بوبة جمر بوبة دي الحلية اللي هي الجرام آه عرفة اللي بيتحط في يقول لها الجمر بوبة ده الجرام ده تجيل عليك كناية عن رهفتها ونية وصفية يعني زي نعناها الجنينة كده بس بمفردات سودانية كمان يعني الحلية وكل منطقة لها الطبع بتاعها بتفرق كتير فاحنا هنا شوف بيترجم باللغة بتاعتهم يعني ما عايزة أرجع ليه يعني ليه طول الوقت تدفنين نفسنا في الماضي انا كنت انا الايام اللي فاتت احلى انا مش يعني ليه ما بنترجمش ده الإيجابيات هو اكتر حاجة ممكن ترجعنا ورا ان احنا نفضل نبص على اللي فات ونفضل نجلت في نفسنا يعني نفضل نقول ايه انا لو كنت انا ما سافرتش بر ايه لو كنت سافرت بر كان زمان معي فلوس دلوقتي وانكسر الدنيا اصلا لو دي ما بتجيبش خير بالضبط غير كده ان انا طول ما انا عايش في الماضي انا مش واخد مسئولية حياتي الحل ان انا الماضي ده باخد منه حاجة واحدة بس الماضي الايجابي اللي عد علي اخده كتوكدات لنفسي ان انا قدرت اعدي حاجات وانجح فيها بس ده انا مش حاجة من ماضي حاجتين تمام؟ المستقبل ده انا بديله حسن الظن بالله خلاص انا شغالة سعية من ديش دوا بالنتيجة دي بتاعت ربنا اصلا انا بقى ايه؟ انا هنا ودلوقتي ازاي بقى هنا ودلوقتي ان اكون عندي مهرات التركيز يعني مركزة بعمل مثلا التنفس العميق من الحاجات كتير او اللي بتساعدني يكون مركزة في دلوقتي اللي هو طبعا حريك عارفنا بالنملة التنفس كويس دي تسعين في المئة منا ما بيعملهاش احنا شغالين تقريبا بربع رئة دي بقى والله العظيم تسعين في المئة لو عملوها هتتغير حياتهم فعلا جدا اولا هو الاكسوجين هيملأ هيملأ بغناء لاحظ لو انت في موقف مثلا اللي قدر الله مثلا عملنا مشكلة بالعربية او حاجة اول ما هتقف وتتنفس هتاخد تصرف صح مش هتنزل تتخانق او هتتخانق بس بالعقل يعني مش تعمل حاجة تندم عليها ده بالنسبة للتنفس حاجة وهمة جدا اللي امتنان من الحاجات اللي انا مهتمة بيها بشكل كبير جدا انا اكون ممتنة الوضعي دلوقتي يعني ايه ممتنة دلوقتي يعني انا راضية وامطلعة الايجابي من كل حدث في حياتي راضية عن الصعوبات اللي ممر بيها عشان عارفة ان الصعوبات دي تجهيزات لو وصلنا للصعوبات انها تجهيزات يعني انها عملت فيها صلابة وقوة وجهزتني المرحب لو لاحظت حدك من زمان من وحنا اصغر في الجامعة او في الشغل والله احنا بنتجهز لخطوة اكبر كل الفترة انا موجود عشان انافذ المهام دي ولا انا ممكن استغنى عن كل الكلام دوت وعيش لنفسي بس فاهم حضرتك بص هو الفكرة كلها انا 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 جئ نزل للدنيا دي اعمليه هو بقدل قولناه في اول الحلقة خالص قبل ما يكون مبسوط لازم يكون حتى معنا لحياتي حتى دل لما بنلاقي الناس بتحقق هدفها يعني اصلا تقول انا لو جبت العربية دي هكون بصت في منتغى استعادة او لو اشتغلت في الشركة دي ويوصلت حد هناك ويتبصتوش فاهم قصدي اه ايه سعادة لحظية انا دايما بقول انه السعادة المرتبطة بالماديات او الاشياء المادية هي وقتية جدا انا وصلت للعربية اه مشروع جدا انها تتمنى ده بس هي الفكرة كلها وهي راح الهدف ده حتى ايه هنا ايه قناعاتك انت راح تعملي ايه بالزبط بالهدف ده هتستخدميه في ايه سهلك حياتك وطريقك ومهامك يعني مثلا لو بنقول مسال العربية فانا بجيب المسال العربية ده عشان هتسهلي حاجات كتيرة وهتحرك مع الاولاد وهعمل حاجات لطيفة الفكرة كلها ان احنا وقتا ما بنحط هدف بنبقى انانيين جدا فيه فبنبقى طول الوقت قاعدين مع الهدف ده وسهبين كل الحق فنيجي نلاقي نفسنا عدده خمس ست سبع سنين احنا رحنا للهدف بستفيه حاجات وقعت كتير زي مثلا لما بنقول في رحلتنا للوعي بنخسر 90% من صحابنا فيه حتة كبر كده بتجيلنا لا احنا بقينا تمام احنا مش تمام على فكرة ولا عمرنا هنوصل للتمام الكمال ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى اه احنا جزء من روحه بس جزء فالكمال لله سبحانه وتعالى هد الناس دي لما هتسأل على بعض فكرة انه الخال والد والعم هو الاساس والكلام ده كله الكلام ده جماعة ما هواش كلام دي حقيقة فعلا موجودة انك لما هتبقى في موقف انت بتدور على كل الناس لازم يبقوا جنبك وموجودين ارجع تاني انا ربيت ولادي انا كنت مشغول عنهم بجري في الدنيا عشان اجيب لهم طلباتهم وحسسهم بالامان هم بالنسبة انا بالنسبة لهم اي تي ام مش اكتر من كده اه ما بيسألوش علي الا اذا احتاجوا الفلوس دي او احتاجوا طلباتهم غير كده هما في حتة وانا في حتة وده ستايل او اسلوب التربية الجديد من فضلك قولنا نعملي في الجزئية هو بص انا اول ما بيجيني مثلا حد عايز يبقى عنده مشكلة مثلا في السلوك اللي عنده او الولاد او البنات في المراكبة بتكلم اولاد بطريقة مش كويسة انا بدور على بابا ففعلا بابا لو اتي ام بس الولادنا هيوصلوا للمرحلة دي فانت لما هتفكر ان بعدك عندهم ده انت هتدفع تمن وغالي بعد كده هو عنده تلبية لطلبات كتير لا معلش هي بقى اجل فكرة يشتغل براحته جدا مش فيه يوم اجازة مفيش فكرة كلها ان يوم الاجازة بالنسبة له هو قاعد حامل هم الاسبوع لبعضه ده انت لو ديتهم ساعة واحدة من وقتك وحسستهم ياولاد انت بتبقى وحشيني هنا في الشغل فوشتت صغنن كده عاملين ايه النهاردة جملكوا حاجة بسيطة وانا جاي فكرة ان انا موجود هو البنت في المراكبة عايزة ولد او راجل في حياتها ليه ما يكونش بابا عشان ما تدورش على بديل ليه ما نصد بس ده مركز معاهم ولا لا ما هي هو ده النقطة انا بنشغل في رحلتي بالهدف ولما بحقه ما تبسطش لانه وقعت حاجات كثيرة فهو الفكرة كلها يفضل على تواصل معاهم ولو يوم اجازة انا عارفا بيبقوا عايزين ان يفصلوا ويشدوا الفيشة والله ربنا يكون فعون كل اب وزوك في الفترة دي بالزاد بس يعني هو هيتبسط لانه هيحس بحبهم بجد وهيحس ان هو بفعلا مش اتيم هو موجود في قلبهم التواجد ده مش مش شرطة يكون موجود للنهار خالص حبوا صوارين بس تدخلوا قلبه انما بالتالي ده ابني او دي بنتي فالحب الجد وقولولهم عادي يعني فيه فيه ناس بتبقى ضد ان نقول الناس ان هما مضغوطين ماليا لا على فكرة ممكن عادي تقولولهم مش هنشايلهم شيلة مش بتاعتهم بس نبقى مفرقين ياولاد احنا الفترة دي بنعمل كذا 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 ونشاركهم على فكرة انا مع اوي ان هما يشتروا معنا حاجات البيت وهما مرة يعني انا عملت كده مرة مع اولادي بس يخدين ميزانية الشهر ده لما لقيت نفسي ممكن اوقع خنات طبيعي احنا بفترة عشان تبقى فاهمة ايه اللي بيحصل لان ليها الطلبات مش هنعرف نجيبها الشهر دي انا وانا عايزة رياحها انا مش ضد ضغط اي رائيك نعمل كذا كذا نجيب ورقة ونكتب الطلبات فتدت لأ ماما ممكن توقع الخنات دي عشان هتجيب دي فحست بي فهي الفكرة احنا احنا فكرة اه فيه فيه جيل تاني ده مش موضوع انا ده موضوعك انت اتصرفي اه لا فين الكلامة في العلاقات والعلاقات الاسرية تعديدا وان احنا ازاي بنتواصل مع بعض انا بشوف انه ده اللي المفروض يبقى الشغل الشغل بتاعنا اه فكرة الالتزامات الدنيوية اللي طول الوقت احنا موجودين فيها مش هتخلص لغاية لما يا رسول الله الارض هم عليها لكن اللي بيخلص هو وقتنا مع بعض علاقتنا مع بعض لو انت عندك متجوز وعندك ولادك امك لها جزء كبير جدا في حياتك فبالتالي لازم تعود ده وزي ما قالت الاستاذة رشا حضنك لاولادك محبتك للاخرين انت بتعالج نفسك انت انت مش بتعالجهم هم او انك انت بتقدي دور عليك صح؟ ده ده مهم او مهم جدا احنا ممكن انه بقى عادين مع بعض طبعا لما طلع التليفون والتكنولوجيا والكلام ده كله انا بشوف انه ده اسمه مواقع البعد الاجتماعي مش تواصل الاجتماعي احنا عادين مع بعض يمكن احنا في برنامج فمضطرين نتكلم مع مدلو احنا عادين مع بعض شوية نمسك الموبايل وبنشوف انا عايزة اسأل سؤال انت بتشوف ايه؟ يعني ده سؤال مهم جدا فاكرة هو فيه نمط ان هو بيبقى بيهرب من حاجة يعني تلاقي نفسك انت بتعمل سكرول كده وخلاص ما هو هروب لكن هروب من ايه بقى؟ وازاي ان انا العادة دي لانها بقت يعني متلازمة مع الانسان بشكل في المواصلات الناس قاعدة برضو في التليفون في المترو الناس برضو راجبة والتليفون يعني انا بشوف انها كرثة انسانية فعلا احنا بقينا مدمنين هذا الامر وده بعدنا عن بعض حاجة برضو مهمة موضوع التليفون الولاد اللي هما فرط الحركة اللي عندهم ايه دي اتش دي يعني التليفون عندهم كارسي دول بقى تنسيه خالص منهم لو احنا مستنبني دي لولاد التليفون ساعة في اليوم دول مفتوض ما يخدوش تليفون انه كتر السور بيخلي المخ يشتغل اسره هو ده اصلا عندهم فهو مرضيا كده حاجة تانية بقى استقفت توقعاته مع الولاد اللي هما في سن المراكل ولادنا الكبار وده اللي عمل الكوارث دي هو شايف نجم ركب عربية عملة ازاي البيت عمل ازاي مقارنة مقارنة ضد السعادة مقارنة ضد السعادة يعني الاتنين مع بعض لا طول ما انا بكارن عمري ما يكون سعيد اولا مقارنة هتوصلني لحقد حسد حقد وحسد يعني انا شايف نفسي صغير مش واصل الولاد الناس اللي بيتفضل تطلع تعمل ريفيوهات وحاجات بيطلعوا بحد كده بكون بلد كارسة حصلت لهم هم مش مبسوطين فالموضوع ده مهم جدا جدا وفي ناس اخداها مهنة هو مهنته ان يقنعك ان الامر ده واو عظيم جدا وهو في الحقيقة مش كده ده انا بزعل من كده يعني انا حتى ضد موضوع ريفيو ده جدا يعني حتى مثلا هاد يكلمني مثلا يقولي ايه ممكن تقولي عن الموضوع انا مش بحب كده خلي جربوا بنفسوكو ما اللي ممكن يعجبني ممكن ما يعجبكيش انا ليه قلبسك يعني في الفترة ده صحيح يعني انت قلت كلمة مهمة جدا احنا في بيوتنا شيء واللي بنشوفه ده شيء تاني ده تصوير ده مدروس بمنتهى الاتقان سكريبت معمول عشان توصل للمرحلة انك انت عايز تروح للحتة دي مرة يعني كلامك العودة لزيارة الام اه طبعا البيت البيت ده البيت ده مهم اقول يعني انت بترتاح فين بترتاح في بيتك مع مين بقى واستقالك الخمسة ستة اللي احنا منهم اللي موجودين دول هم دول اللي بيشيروا همنا هم دول اللي يستحقوا من ان احنا انا هتم بيهم بس وانا جاي اشهر وانا عندي غنية اسمها خبيز امي وانا جاي بتقول الامني وص خبيز امي اه تقول الامني وصوني غني خبيز امي يا الله نسمي أك يا بس تكيف الحياة هم تكيف بي اوصر العمني ها طبعا ما تفسروش حلمي انا بس بتمنى ريحة خبيز امي جيالي من الجنة ما تفسروش حلمي انا بس بتمنى ريحة خبيز امي جيالي من الجنة موسيقى الليلة ليلة قادر سامع في قلبي قدان الليلة ليلة قادر سامع في قلبي قدان اصحي وصل للفجر ما تفسروش حلمي انا بس بتمنى ريحة خبيز ريحة خبيز امي جيالي من الجنة ربنا نحفظ امهاتنا جميعا يا رب ويرحم امهات اللي راحت وربت وتعبت فعلا صوتها في البيت جنة بجد يعني عايزة ارجع جزء مهم جدا من معرفتنا باهدافنا فيه ناس بتحط اهداف كويس قوي وترتب لها وتمشي عليها وبتوصل وفيه ناس عشوائية جدا وبرضو بتوصل اه بتوصل يعني مين اكتر واحد في يوم يستمتع بحياته يعني طبيعا نقول انه المنظم اه مش شرط مش شرط خلص المنظم يكون مستمتع اكتر ولا العشوائية هي الفكرة كلها انه هو يجيب الهدف ويحط له معنى ليه بقى في حياته يعني لواخده هدف وعارف يطلع منه ايه وطلع خلطته دايما بقول انه كل واحد فينا له بصمة كده ليه خلطة معينة هي دي اللي بتميزه عن غيره فساعتها الهدف هيبقى حياته ومستمتع بيه الناس بتقعوا التنمية البشرية او الموارد البشرية او التنمية بكل اشكالها العلم ده علم موجود ومهم جدا بيتكلموا في انك انت ممكن تكون مش عارف انت امكانياتك ايه النقاط قوة تكفيين والنقاط بتاعت القوة بتاعتك فيين صحيح وده مهم جدا للانسان انه هو يبقى فاهم هو عايز ايه بالظهر لما بيتكلم ويسمع نفسه يعني احنا عندنا مثلا تقنية معينة وانت بتتكلم بتسمع افكارك مرة تانية لما تتكلم مع حد هو هيطلع لك المهم ويظهره فساعتها بتعرف انت عايز ايه انا بقينا كاشفين حياتنا البعض قوة جمعية انا مش بشوفها حلوة يعني انا حتى دلوقت اي حد بلاقيه بيحط حاجات سلبية انا بعمله انفل الفكرة كلها قصية هي رحلة انا ماشي فيها انا على فكرة مع ان يكون في جزء سلبي في حياتك يعني انا لما بقول ان السعادة بقول هي مشاعر ايجابية كتير ومشاعر سلبية صغرنا مع صبر مع رضا مع امتنين السلبية بتعملك ايه؟ بتعملك منبه يعني زي القلم كده بتنبهك بتحرك بقى لو اه يعني انا مش جايين الله المناهج هم مراضي من الدنيا ايه رسالتي من القليل العقل الجمعي اللي بقى موجوده جمعنا كلنا في السوشيال ميديا انه 90% من الناس اللي أم أصدقائك لو انت في مرحلة سنية معينة اعتزال عن الناس قريمة اعتزل ما يؤذيك اريد اختم بالجملة المهمة دي والله مش هنعرف نعيش لوحدنا نحتاجين جدا للي يساعدنا ليقف جنبنا لان ندفع بوجوده سواء أم أب سوج زوجة خلونا نرجع مع بعض مرة تانية حياتنا الطبيعية ونبعد عن الحياة التخيلية اللي بقينا عايشين فيها كل سنة وحضراتكم بألف خير يا رب شكرك شكرا جزيلا نصدر عشان وارتينا النهاردة واسعتينا الحقيقة عم كرم انا هختم مع حضرتك بصوتك الجميل دوت مع السيدة المشاهدين بنقول كل سنة وحضرتك طيب بألف خير شكرا جزيلا غمطت عينك سدتي سمعك وعملتي غيري سبعك غمطت عينك سدتي سمعك وعملتي غيري سبعك نديني تاني ليه انت عايزة مني ايه ما انت خلاص حدتي غيري روحي للي حبتي غمطت عينك سدتي سمعك وعملتي غيري سبعك من زمان انا عرف طبعك من زمان انا عرف طبعك تبيع ابوك عشان جنيك اشتركوا في القناة